طيب هنا برضو السؤال يا أستاذ يوسف يعني سيد الرئيس لما دائما يشير بالذات في هذا الموضوع هو دائما يعني يعتبر أنه الشعب جزء من إدارة هذه البلد معاه الشعب دائما موجود معاه بس في هذا الموضوع تحديدا كان السيد الرئيس دائما يضع اسم الشعب المصري هل هنا اسم الشعب المصري بهذا التعداد لفوق المئة مليون أمام هذا التعنت اللي موجود في إسرائيل يخيفه أنه عارف أنه فيه شعب متحد مع قيادته وشعبه مش سهل لا ما اعتقدش لا يخيف للشعب المصري لا يخيف الشعب يخيف الإسرائيلي آه طبعا يخيف الإسرائيلي شوفي لو أريتي أدبهم لو أريتي أدبهم في عندهم رواية اسمها يائل ديان بنت موشي ديان عند عملة رواية أو روايتين فيهم إشارات لسينة صحيح فتشعري أن هما جاءوا هنا ليبقوا إلى الأبد يعني معجزة أكتوبر معجزة أكتوبر النادرة صحيح الغير قابلة للتكرار في التاريخ الإنساني كله آه عظمتها أنها انتزعت منهم أرضنا ورجعتها لنا وأيضا القيادة السياسية الحالية الرئيس عفلتاح السياسي تعمير سينة هدف جوهري بالنسباله مش مجرد تعمير سينة زراعتها ملقاها بالمياه ملقاها بالسكان بالمشروعات بالمشروعات شفت إزاي حضرتك زيارة سيد رئيس الوزراء منذ أيام إلى العريش بوافد متنوع طبعا شفت إزاي ويه وشرح كل المشروعات الكبيرة كان لدى حدث شديد الأهمية أن الدولة تفكر أن رئيس مجلس وزراء مصر يروح إلى هذا المكان ويعمل مؤتمر صحفي من قدام البوابة من قدام البوابة ويكلم الدنيا كلها وقبله مباشرة كان ضيارة شوان رئيس هيئة الاستعلامات معه صحفيين من كل أنحاء العالم مع هذا الصهينة موجودين هناك وبيتكلموا وبيسألوا وبيشوفوا على الطبيعة أن أرضنا معانا لغاية آخر شبر فيها يعني المؤتمرين يتعاملوا صحيح المؤتمرين يتعاملوا يعني على بعد أمطار من بوابة مصر وأتمنى من بوابة رفع وأتمنى أن الرئيس سيسي يفكر جديا في أن احنا نشوفه هناك لأنه هو مؤسس مصر الحديثة وباني مصر الحديثة محمد علي باشا في القرنة 19 وجمال عبد الناصر وأنور السيدات في القرن العشرين وعفتاح السيسي في القرن الواحد وعشرين فياريت لأن سينا دي لازم تظلس أخنا وحية ونبيبة بوانا سوى كان في السويس أريب ها